الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أجبرت مئات العائلات على إخلاء منازلهم وقال السكان المحليون إن هذا أسوأ فيضان شهدته المنطقة في السنوات الثلاثين الأخيرة فاجأنا الفيضان لقد كان ماسويا للخياة أن نرات فعلا يخرقون وتجليفهم المياه كان مشهد ماسويا فرت نساء من البيوت إلى الجبار ودمرت منازل لا نعرف ماذا سنفعلين كل شيء في منزلي بما في ذلك الأثاث والحبوب غرق في المياه وبالكاد نجى أطفال أخي وعمي من الفيضان بالتسلق على شجرة الفيضان دمر أيضا مئات الهكترات من الأراضي الزراعية في منطقة خوشي بالمقاطعة والمناطق المجاورة لها إن الفيضان جارف كل شيء كل ما أمريكه الآن هو هذه الثيابة القديمة وبعض قدع الخشب ذكر عناية الله شجاع حاكم مقاطعة لوغار أن فرق الإنقاذ وصلت إلى المناطق الأكثر تضررا صباح الأحد لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ وتقديم مواد الإغاثة للقرويين دعين المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المساعدات للمنطقة التي دمرتها الفيضانات هذا ولقي إجمال 165 شخصا مصرعهم بسبب الأمطار والفيضانات في الشهر الماضي في هذه الدولة التي مزقتها الحرب وفقا لما ذكرته إدارة الكوارث الأفغانية يوم الأحد ترجمة نانسي قنقر